اختتمت فعليات بطولة الجونة الدولية للسكواش في نسختها رقم 11 وفيها حقق علي فرق لاعب وادي ديجلا والمصنف الثالث عالميا بطولته الحالية كما توجدت نوران جوهر لعبت وادي ديجلا بلقب البطولة لتعود مرة ثانية لصدارة التصنيف العالمية بفوز أبطالنا أزدل السطار على بطولة الجونة الدولية للسكواش في نسختها رقم 11 حيث حقق علي فرق لاعب وادي ديجلا والمصنف الثالث على العالم لقب بطولة الجونة الدولية للسكواش للرجال بعد الفوز على مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا في المباراة النهائية للبطولة وبهذا الفوز حقق علي فرق اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج من قبله بلقب البطولة في 2019 في النسخة الحداشر لسكواش المربع الزهبي السنادي في السيدات بالذات شايفين ان احنا عندنا أجانب وكمان ناس عمرهم ما كانوا دخلوا المربع الزهبي ولا حتى كانوا في الكورتر فاينلز نيل جيلس النهاردة كان بتلعب في الفاينل كما حققت نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم لقب السيدات بعد الفوز على البلجيكية نيل جيلس المصنفة الثامنة على العالم وتعد هذه المرة الأولى التي تتوق خلالها نوران جوهر بالبطولة خلال مسيرتها باللعبة كما باتت خامس لعبة في صفوف وادي ديجلة تحقق هذا اللقب ما زالت مصر تتربع على عرش الاسكواش عالميا من خلال احتلال المراكز الأولى في التصنيف العالمي للرجال والسيدات اشتركوا في القناة